اللقاء ده هنتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا الموت ما بعد الموت فيه ايه يا ترى فيه عدم يا ترى الناس الاموات دول فيه عندهم شعور زينا هل بيكونوا مدركين الوقت اللي بيعدي عليهم والناس بقى اللي ما ييتم من ايام سيدنا ادم دي قاعد بيعدى لها تحت عداد وهم قاعدين كده بيعملوا ايه مثلا بيأكلوا موز ولا بيتمشوا ولا ايه نظامهم اسئلة كتير جدا الناس بتترحى عن موضوع البرزخ وما بعد الحياة البرزخية هل يفقنا حياة ولا اصلا مفيش حاجة اسمها حياة برزخية يعني ربنا قالوا من ورائهم برزخن الى يوم يبعثون ايه بقى اللي موجود في البرزخ ده وايه العلاقة هل البرزخ ده جزء من الدنيا ولا جزء من الاخرة هنيعرف كل الحاجات دي مع بعض ان شاء الله النهاردة استنونا في طريق النور برحب بحضريتك دكتور عبدالله وبرحب بكل الزملاء الافاضل اللي موجودين معانا النهاردة اهلا وسهلا بيك يا فندم وكل السادة الحضور الكرام دكتور عبدالله الحقيقة فيه مسألة خلافية بشكل كبير جدا سواء بين المسلمين وغير المسلمين او حتى بين المسلمين وبعضهم خلينا اكلمك في البداية كده البعض بيرى ان الانسان جاء من العدم وهيروح الى العدم لا فيه بقى حياة برزخ ولا فيه بعث ولا فيه حياة اخرى تعليق ايه على الكلام ده تعليق ان ده كلام فاضي بس بس كده لا انا عايز ادلة ما اي حد ممكن يقول اي حاج طيب هو فكرة ان الانسان جاء من العدم الانسان جزء من المادة والمادة دي او الطاقة اللي هي ده تكوين الكم بتاعنا هو مادة او طاقة الكلام ده كله نشعى تقريبا من 13 مليار و800 مليون سنة حسب ما يقال وفق الرواية اللي بتقول ان حصل بيك بانج والانفجار الكبير والكلام ده كله ففكرة ان احنا نقول الانسان يعني جاءة اذا اردنا بها فكرة جاءة من عدم انه يعني جاء بدون خالق دي مش ممكن لان قانون المادة ابسط قوانينه ان كل شيء لابد له من مسبب انا لو مثلا حضرتك ماشي في الصحرة لقيت موبايل واقع كده في الارض فطبيعي ومنطقي هتقول ده ما جاشنا الواحد وانما فيه فاعل او ناقل او محرك هو الذي اتى به وحطه في الهتة دي فكذلك نشأة الكون ان احنا نقول انها جاءت بدون اله وبدون صانع دي فكرة مرفوضة اما اذا اردنا ان الكون جاء من عدم انه لم يكن هناك خلق يعني مخلوقات ثم خلق الله المخلوقات ده كلام منطقي وسليم واعتقد دي فكرة واضحين لكن الفكرة التانية اللي حضرتك ربما عايز تتطرق الانسان نفسه الانسان اللي هو فكرة البعث بعد الموت صح كده مش بس البعث بعد الموت يعني انتو بتقولوا ان بعد الانسان ما بيموت ويدخل القبر في حياة اسمها حياة البرزخ البرزخ ده اصلا هو زي ما تقول كده ايه في اللغة العربية هو الشيء او المنطقة الفاصلة بين مكانين يعني ربنا سبحانه وتعالى بقول في سورة الرحمن ما رجل بحرين يلتقيا بينهما برزخ لا يبغيا كويس فالفكرة الحياة البرزخية ان الحياة التي او المرحلة التي يكون موجود فيها الانسان فيما بين الدنيا اللي هي حياة مادية او يغلب عليها الجانب المادي والاخرة اللي هي بيستوي فيها الادراك الروحي مع الادراك المادي البرزخ هو هذه المرحلة او الفترة الانتقالية ودايما بيقولوا اذا مات الانسان وقامت قيامته لان من اول الموت من اللي بيقوله لما بيقوله كده من مات قامت قيامته اه ليه بقى اذا لهم اكلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فالبرزخ الى يوم يبعثون مستمر من اول لحظة الوفاء الى يوم يبعثون ولكن البرزخ اللي ذكر هنا ما تقالش فيه ان فيه عذاب او فيه نعيم للمرحلة البرزخية ولكن بننكر فكرة وجود نعيم او عذاب في المرحلة دي انا كده فهمت السؤال صح حضرتك استنادت لاستخدام لفظ برزخ في القرآن الكريم علشان تأيد موقفك او كلامك ولكن قل لي تفسيرها ايه ما يمكن لها معنى اخر كلمة البرزخ من حيث المعنى في اللغة العربية في الاية اللي حضرتك ذكرتها هي الحياة البرزخية اللي اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وقاله وسلم واللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد تفاصيلها في القرآن لما ربنا قال مثلا في قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة وادخلوا الى فرعون اشد العذاب وده اللي ايده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ان الكافر او المشرك او كذا من ضمن جملة عذابه انه يعرض عليه في القبر مكانه في الجنة في النار يعني ايه يعرض عليه بيشوفه يعني اه يعني يرى هذا الامر يعني مثلا زي ما كده حضرتك تاخد واحد وهو مرتكب جريمة فانت اخده السجن وهو ماشي في الطريق تقول له شايف الفيلا اللي هناك دي لو كنت سمعت الكلام وذكرت وعملت كويس وكذا وكذا كان زمن هو ده موقعك ده سيزيده حزن وسيزيده ألم وكمد فاذا معنى ذلك ان في البرزخ فيه ادراك انت سمتها حياة برزخية لان فيها ادراك جبتوا منين لان ربنا سبحانه وتعالى قال النار يعرضون عليها غدو وعشية فاذا كان الانسان يعرض على هذه النار في مرحلة البرزخ اذا هو مدرك للذي يرى طيب انا الادراك معناها حياة انا عندي فيه اية بتقول عن الكافرين ربنا وصفهم بالكافرين في القرآن يا ويلتنا من بعثنا من مرقادنا ده معنى خليني اقول لحضرتك بس اللي انا فهمته ده معنى ان الكافر اللي هو المفروض زي ما حضرتك بتقول كده موجود في حياة البرزخ بيعرض عليه النار غدوا وعشية وآل بس خلي بالك مش هذا اللي بقول ده ربنا اللي قال انا ما قلتش من عندي انت تمثل هذا ولا بمثل انا بقول ده ربنا قال والآية كلنا عارفينها طيب النار يعرضون عليها غدوا وعشية يميل ويوم القيامة ادخلوا على فرعون اشد العذاب ازاي بقى لما يجوا يبعثوا الكافرين دول هيقولوا احنا مين اللي بعثنا من مرقادنا ده يعني الناس اتفاجئوا انه هم بيبعثوا ده معنى انه هم في خلال الفترة اللي كانوا فيها جوه حياة البرزخ زي ما حضرتك وصفتها ما كانش فيه مشكلة ولا شايفين نار ولا حاج لا ده مش معناها كده انا معناها هم يدركون ان بعد البعث هناك جنة ونارة فلما قاموا من هذا المرقد وهم كانوا بيعرض عليهم النار والجنة وبيعرض عليهم المقعد من الجنة اللي انتو ضيعتوه والمقعد من النار اللي انتو رايحله فبيصوت بيقوم بيصرخ يا ويدنا من بعثنا انا كنت ده كله قاعد زي مثلا حضرتك واحد قاعد مستني حكم الاعدام ولبس البدلة الحمرة ومستني اللحظة هو عارف ان فيه قاعد اعدام بس كل شوية عنده اي امل دافع الانساني وشعور الانسان بالرغبة في الاستقرار واللي بيسموه البقاء او الحفاظ على الذات فهو كل شوية عمال يحاول يا رب لا يا رب لا تقم الساعة زي ما ورد في الحديث ان الكافر لما تحمل جنازته الى قبره فيقعد يصرخ يقول اين تذهبون بيه هو عارفه رايح فين زي ما بالضبط واحد محكم عليه بالادام انت بتشده رايح المشنقة فبيقعد ايه يهرتل بالكلام عفوا انا رايح فين انتم مديني فين سيبوني طب طب ده نفس الموضوع زي ما بيقوله في النار ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نردوا ولا نكذبوا ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين فبيعرض في اللحظة اللي هو فيها دي اللحظة هو متلخبط فكريا هو منزعج هو اي من وضع عارف انه رايح بقى اللي كان بيعرض عليه داوتو نايم في البرزخ جوا خلاص هو رايح له دلوقتي هو ما قالش كده هو كان كأنه نايم وصحي بيقول ليه تم بعثي او انا ليه صحي ايوه بيقول كده هو بيقول كده انت واخد بالك من السؤال وبيقول من بعثنا دي من بعثنا من مرقدنا اه وكأنه حتى اللحظة اللي مات وبعث فيها لسه لم يدرك ان في اله بالعكس ال اله ده قدر على بعث هو ادرك الكلام دا كله ولكن لشدة الهول اللي هو فيه هنا حصل عنده حاجة بقى نوع من العجز او الانزعاج الفكري فالقرآن الكريم بيثبت ان فيه حياة برزخية بل بيثبت ان فيه عذاب مش من سعة الدفن لأ من لحظة استلال الروح من الجسر فين الدليل ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الانعام بسم الله الرحمن الرحيم لو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون فشوف الاية بتقول ايه مجرد خرافة يعني ايه اللي يقول ان فيه حاجة اسمها برزخ وانا بعدا ما هموت هبقى في القبر ولكن روحي في مكان معين لحدا ما نطلع يوم الايام ده ده اسمه ايه دلوقتي احنا الدنيا تقدمت والعلم تطور والعقل برضو تطور مع الموضوع ده فبأي عقل انا اسدق في خرافات قديمة خرافات حاجات زي دي كانت بتتقال زمان طبع قصص بقى الاساطير ومش عارف ايه يعني مجرد حواديث للتخويف يا دكتور بالضبط هي مجرد حواديث هي حدودة البرزخ والقبر زي حدودة البعث يوم القيامة زي حدودة ان النبي يركب البراق وطلع به للسماء زي حدودة الاسراء والمعراج زي حدودة ان فيه جن زي حدودة ان فيه شياطين وفيه ملائكة فالفكرة بالنسبة لحضرتك دلوقتي مش فكرة البرزخ انما المبدأ هل انت اصلا تصدق وتؤمن بوجود امور او كائنات مخلوقة لا يراها الانسان ولا لا تصدق بدا انا مصداش في الخرافات هو مش مصدق اصلا ان فيه كائنات باربعين يعني الامور المنطقية معيارها ايه عند حضرتك اصدق يا الامور المحسوسة المرئية فقط امور العقل يستوعبها انا مستوعبش ان انا بعد اما هموت هتدفن على حسب كلامكو انا هتدفن وهفضل بقى روحي في حتة وجسدي في حتة والروح تشعر والجسد لا يشعر وبعد ده هطلع فوقت حاسب لكن انت انت عايز ان انت تعيش حياتك تفضل ان انت تعمل حاجات وحشة كتير او تفع للسيئات او تفع للحسنات وان انت في الاخر عايز تفضل قاعد مكانك لحد ما الايام تقوم من غير ما انت تعمل اي حاج خلال خلاص حسبني على طول ماشي حسبك على طول مش لازم الناس تشهد العذاب بتاعك كلها مش ربنا هيجمعنا كلنا ويوقفنا ويحسبنا قدام بعض جميل جميل ماشي انت عايزت غيرك ومش من حق غيرك ده انه ياخد منك حقك من حق جدا انه ياخد مني حقك ماشي يوم الايام انت بتحاول تبريري انه ده خرافات طب ايه الحقيقة اللي انت مثلا في يوم من الايام نمت وحلمت بحاجة وصحيت بعدها بش سواء يوم سواء يومين والحاجة ده تحققت انا بدلوقت اصدقك ازايك ممكن اقول ان انت خرافات عشان ده مجرد حلم انت قلت نفسك ده حلم طيب الكلمة ده كويسة جدا الكلمة دي كويسة هي بتقولك ممكن رأيك يكون خرافة وهو بيقول على الاراء الموجودة او رأي الدكتورة عبدالله انها خرافة يبقى الفيصل في الحكاية دي الدليل العقلي والدليل من الكتاب جميل الديني دليل عقلي في حاجة اسمها في العقل الامور المستحيلة عقليا يعني التي يحكم العقل باستحالة وقوعها زي ايه زي مثلا لما اقول واحد زايد واحد يسوي سبعة اهو ده امر عقليا مستحيل الشرع الشريف لم يأتي باي نص من الباب ده يعني ربنا عمره ما بعت لنا حاجة ولا قال لنا حاجة هي ضد العقل تمام ازاي ما انت لما تقولي اني انا لما تقولي ان انا هدخل القبر بعد الموت ده مش ضد العقل انما ده امر لم يشاهده العقل زي مثلا اقولي اقولي سيدتك شيء على صورة ده لم يدركه العقل يعني ايه ما شافوش قبل كده زي مثلا ده مش حقيقة مطلقة يا فاند ما هو ايه معنى حقيقة مطلقة ما اقولش ان ده حقيقة طالما انا مش واصق 100% ان ده حقيقة لا انا اقول انه حقيقة اذا ثبت لدي بدليل ايا كان هذا الدليل ان الامر ده موجود زي مثلا حضرتك سفرت مكة المكرمة طب بس انا عندي سؤال اقول سؤال برح طب اتفضل العلماء في الغرب اكدوا ان ما فيش حاجة اسمها برزخ دوت وان انت بعدا ما تنوت هروح على موازي السؤال بقى هما العلماء اللي في الغرب دول ماتوا وشافوا الكلام ده وصحي وقولولنا ان ما فيش انا برضه ما عنديش حد ماتوا صحيح حكايل انه كانت برزخ بس حلق انا مش بتكلم كليبه لك الان احنا كل البحث بتاعنا مع حضرتك والاستاذ هو في الدديل المادي انا عايز حد يقول شاف بعينيه كده هو ان فيه واحد تحت ميت بيعايش حياة برزخية سواء نعم ولا يعذب وانا عايز واحد برضه مات ويقول لي ان فيه انا دخلت القبر وروحي فضلت معلقة كده لحد ده ما طالب طب انا اصحيه لك منين طيب الميت ده طب انا اصحيه لك منين عشان يقول لي ان دوت حسن ما هو العبرة مش هو العبرة مش الانسان اللي في القبر هو ده بس الدليل احنا المسألة عندنا باختصار هل احنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي حضرتك مؤمن به هل نؤمن انه صادق في كلامه ولا كاذب اذا كنا نؤمن وصادق في كلامه فالوحي اخبارنا وقال ان فيه عذاب من لحظة القاب الموت ربنا قال ولو ترى في سورة الرعد ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق اذا في لحظتي منذ لحظة الوفاء في ضرب وفي عذاب من لحظة الوفاء القرآن اللي هو بالنسبة للمصدر المصدق المعصوم اللي هو بالنسبة لك مسلم حقيقة مطلقة بيقول لي ان فيه عقاب لهذا الانسان منذ اللحظة والوهلة الاولى فما ادرش اقول ان الموت او ان البرزخ او ان البعث او القيامة ليست حقائق مطلقة علشان انا ما شفتهاش بدليل مثلا حضرتك ما سفرتش مكة ولا سفرت امريكا ومع ذلك انت تؤمن وتجزم وتقطع بوجود مكة وامريكا وفي واشنطن وفي روسيا وفي مش عارف ايه وايه جميل لا انت مشفتاش باينك انت رأيت الصورة التي قيل لك عنها ان دي صورة امريكا لكن ممكن تكون ايوا شفت الصورة بعينيكي لكن هل حضرتك طيب انت شفت الصورة بعينيكي هل حضرتك متأكدة عندك جزم ويقين ان الصورة اللي شفتها بعينيك دي مش ممكن تكون فيلم معمول عليكي ما انا في الفيلم مجيب لي قاعد هالكي كبير كده في ناس كتير راحت ونعرفها جميل وانت ما روحت لكن انت ما روحتيش السؤال التاني ما الذي يدريكي ان هؤلاء الذين ذهبوا ممكن كلهم كذبين ممكن طب انت كمان ما الذي يدريكي ايه اذا ان ده اللي انا عايز اوصله لسهد الكرام ان حصر الدليل في اللي انا شفته بعيني وده غلط مش كل الادلة هي الادلة المرئية بدليل انا ادرك جيدا ان انا افكر ولكن لا ارى تفكيري ادرك جيدا ان انا عندي مشاعر بالغضب وبالكره وبالرضى وبالحب ولكن لا ارى هذه المشاعر طب هو العذاب ده او النعيم مادي ولا معنوي يعني على الجسد والروح ولا على الجسد فقط ولا على الروح فقط سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال انه لا يعذب او ان هو فيه نعيم في القبر ما قالش على الجسد ولا على الروح فالكلمة بتاعته بتسري على الاثنين تسري على الاثنين ازاي اذا كان احنا متفقين المفروض إن الروح خرجت خلاص من الجسد الروح معنى إنها خرجت من الجسد ده لا يعني إن هي صارت من عزال تام عن الجسد بدليل أن هذا الجسد يبقى في القبر ومن عجب الذنب يبدأ الخلق وإنشاء الجسد مرة أخرى ففي علاقة بين الجسد والروح إحنا ما نعرفهاش إنت مثلا بتفتح القبر تلاقي الجسد اللي فيه متحلل ولا ترى بعينك عذاب ولا نعيما لا سوري بالوقت حضرتك بتتكلم في إن الجسد بيتحلل طمال فرعنا ما تحللوش أنا بتكلم في الجسد الطبيعي اللي هو الإنسان الطبيعي اللي هو سبنا يموت فرعنا يا فندي متحنطين يعني بيكونوا فتحوا بطنهم وفضوا العضاء اللي جوه وحنطوهم بقى مش عارف إزاي بمواد معينة فزي مثلا بلاشوا التحنيط النهاردة لو خدمة جسد ميت وحطنا في التلاجة مش هيتحلل أنا بتكلم على الظروف الطبيعية اللي هي التي تعموا الخلق كلهم أي جسد لكائن حي بتحلل حتى لو قطة ماتت أو عزكم الله كلب أو فارق أو كذا بيتحلل بعد فتح البشر اللي ماتوا قبل الإسلام يمصرهم في الحياة البرزخية ويحساب الملكين اللي مات قبل الإسلام اللي مات قبل الإسلام بيسأل عن النبي الذي بعث إليه إحنا عارفين إن قبل الإسلام كان في أمم كتيرة وفي أنبياء ربنا قال وإين من أمتي اللي أخلى فيها نذير فكل أمة بيرسل لها نبي والله إلا أدرك النبي ده وآمن به وصدقه بيسأل عنه إلا أدرك النبي ده ورآه وكذبه أو سمع به وكذبه برضو بيسأل عنه طيب لو واحد مات ولم يدرك أنبياء نهائيا ولم يسمع للأنبياء ولا يعرف عنهم شيئا ده بيسموه من أهل الفترة يعني إيه الفترة؟ الفترة يعني المسافة الزمنية بين نبيين لمجموعة من البشر بين نبيين المجموعة من البشر دول لا أدركوا لا سمعوا رسالة النبي السابق ولا أدركوا رسالة النبي اللاحق فدول بيقولوا أنه هم يوم القيامة إن شاء الله ناجون ولا يعذبون حتى لو ارتكبوا الكفر هي كلمة بيقولوا لو حضرتك عملت أولا دي تقصوا من اللي بيقوله طيب؟ على علماء يعني؟ على علماء زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن ربنا قال وزي ما ربنا قال سدلوا على ذلك بقود الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله طب أنا عندي بعض العقائد أو بعض الأديان طب قبل أخلص بس الحتة ليش رسال سؤال عن الناس اللي قابل الإسلام صد في قول آخر بيقول لأ الناس اللي هم لم يدركوا الأنبياء دول احنا قلنا طبعا لأبد البيعثة دول جزئين يعني إنهما ما سيمعوش بالنبي قالص ويعرفوا عنها فقلنا فيهم رأي بيقولوا أن هم لا يعذبون تماما وفيه رأي تاني بيقول لا يوم الأيامة دول سيمتحنون ربنا يعمل لهم امتحان بما يعادل امتحان الدنيا والله اللي هينجح في الامتحان ده يخش الجنة والله هيرسوا بحياة خول النار طب وهي إيه الفايدة من حياة البرزخ؟ وليه أيامة البني عدم بعد وفاته مش بتقوم في وقتها؟ يعني على هو بيفضل مخلط في حياة البرزخ لحد ما تقوم الأيامة؟ حياة البرزخ الإنسان خلينا نقول هو مغيم فيها عن إدراك الوقت يعني ما بيحسبش الساعات والدائي بتعدي عليه إزاي زي ما حضرتك مثلا بتنامي وبتحلمي حلم كبير إن إنتي مش عارف كبيرتي وتجوزتي وخلفت وتلاقي حلم كده عايزة عشان تحققية تفرديه على الواقع عايز له يجي مثلا 3-4 سنين طب حياة البرزخ اللي مات في البحر طب حاضر خلص سؤال الأنسة ورد على حضرتك فأنت هنا بتشوفي في اللحظة سبحان الله ممكن تكني غفوتي خدتي غفوة كده ربع ساعة وتحلمي فيه حلم قد كده وممكن ساعات تنامي قتيلة تعبانة تخبطي لك عشر ساعات وربعض وتقومي فاكرة أن انت ينمتي بالزبط بقالك بفيش 4-5 دقايق وده بيحصل معنا كلنا يعني ينامه هو فاكرة أنه أنا صاحي ولا يقدر أنه أعد عليه مثلا بتاع عشر ساعات أو 8 ساعات فالعايزة أقوله أن كذلك الموت الأمر فيه الإدراك الوقت هناك مش مشهود لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون يعني أنت عايزة تفهمني أنه ممكن الحكاية تكون زي الحلم يعني اللي بيتعذب كأنه بيحلم بالعذاب ولا بيتنعم كأنه بيحلم بالعين لا مش كأنه بيحلم الحلم بالنسبة للإنسان الحي هو جزء من الحياة المعنوية في حياة مدية فحياة البرزخ غير كده حياة البرزخ بالنسبة لي أنا كإنسان هو شيء كله أنا مش شايفه ولكن وصف النوم بأنه موت أصغر موت أصغر لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها بالضبط الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسكه التي قضى عليها الموتة ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ده جميل أول فعشان كده بيسموه بهذا المصطلح إذا كان في النوم الأنفس معنى الكلام اللي حضرتك قلت إنها عند الله والله بيمسك اللي عايز يمسكه والباقي بيرجع طيب ما بالك بالموت الأكبر بقى ده معناه إن الأرواح نفسها موجودة فوق عند الله إحنا موجودة أن الروح بتفنى الموت لسلسلة من الأمور بتحصل من لحظة الوفاء إلى لحظة البعث حكهلنا بالتفصيل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا القرآن تلاقي ربنا بقول لك الله يتوفى الأنفس حين موتها ليه ربنا هنا قال الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون ويسير كل شيء فيه ولكن هناك رسل هؤلاء الرسل هم من ينفذون أمر الله ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظة حتى إذا جاء أحدكم الموت أشوف بقى هنا الشاهد توفته رسلنا وهم لا يفرطون وفي سورة السجدة تلاقي ربنا بيقول لك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إذن نسب الله عز وجل قال هذا التوفي مرة إليه في سورة الزمر لما قال الله توفى الأنفس ونسبه مرتين إلى الملائكة مرة في السجدة ومرة في الأنعام لما قال توفته رسلنا في الأنعام وقال في السجدة لما قال يتوفاكم ملك الموت الشاهد إن إحنا بنتكلم عن وضع ليس لا يصح قياس هذا الوضع على النوم لا يصح إن أنا أقول يا ربنا يتوفى الأنفس يبقى خلاص معنا كده الأنفس دلات عند ربنا ولا فيه برزخ ولا غيره القضية مختلفة عن كده تماما لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعيدوا بالله من عذاب القبر في صحيح الإمام المسلم رحمه الله تعالى أنه يقول استعيدوا بالله من عذاب القبر مر على بعض القبور فألأت نين يعني قبرين فأوحي إليه يعني أخبر إنهما يعذبان فقال إنهما لا يعذباني وما يعذباني في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئوا من بوله يعني كان لا يتطهر بعد دخول الحمام وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة يعني كان يقعدين الكلام من ده لده لده وذلك ده برضو الشيء بالشيء يذكر من أكبر المشاكل أن الناس تقعد تجيب في سيرة بعضهم طيب إذا كان الحديث يذكر هذا الكلام أن هناك عذابا وده الدليل طيب ليه بقى ما فيش دليل واضح صريح أو استخدام مصطلح عذاب القبر في القرآن لأن القرآن زي ما احنا قلنا قبل كده لم يأتي بكل التفاصيل القرآن الجأنا يعني قال لنا أنا الدستور الرئيسي يعني القرآن تكلم على الموت وعلى الصراط وعلى العذاب وعلى الجنة وعلى النار وترك هذه المرحلة المهمة والخطيرة اللي حضرتك وصفتها أو سميتها بحياة البرزخ القرآن تكلم عن كل الحاجات دي والصلاة اللي هي أم شيء في حياة الإنسان أهم شيء في حياة الإنسان الصلاة القرآن لم يذكر تفاصيل الصلاة طيب كان فيه صلاة هنا جامد جدا البرزخ بس يوم حدد في القبر فقط يعني اللي يموت في بحر يموت في صحر لا البرزخ هي المرحلة الفترة الانتقالية بين حياة حضرتك كإنسان وبين بعث حضرتك اليوم الأيام معنى كده لأي مكان في برزخ ده صحيح يعني اللي مات غرآن أو اللي بيتم حرق مسته كل ده سمه في مرحلة البرزخ زي مثلا بعض العقادي اللي بتحرق المسته لأن ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركته خلي بالك من حاجة بقى شوف القرآن هي بتكلم عن إيه عن الإنسان السيء أو الكافر لما بيجي بيموت بيقول إيه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون يا رب عزي رجع لعلي أعمل صالحا وتلاقي ما فيش ولا واحد فينا سمع واحد غير مسلم هو جاي يموت بيقولك كلمتين دول طب ربنا بيقوله أنه هو بيقولهم بس أنا بسمعهمش بس دايما ربنا بس بايزنا حدك سواني بيكلمني عن مرحلة أو فترة من ساعة الموت أنا عقل البشر ده مش مدرك هنا بقى التفاصيل في حاجة حجب عني حاجات كتيرة بيقولي خلي بالك أنت مش شايف زي ما قال في سورة الواقعة ونحن أقربوا إليه منكم اللي عادين جب الميت وبيعياتوا وولتموا ونحن أقربوا يعني احن الملائكة اللي عادين دول أقرب من الميت ليك ولكن لا تبصرون أنت مش شايفينهم أنا مش مقتنع ما هو القبر في ضمة القبر في ظلام القبر طب أنا ما يتبع ما يتبع ما يتبع ما يتبع ما يتبع ما يتبع الذي 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 خلق الجسد وخلق القبر وعمل سيستم ضمة القبر قادر على أن نشعر الميتة بذلك في أي مكان كان حد حضرتك مثال بسيط وأرجو يا التاسع صدرك لي يعني واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن أحد الناس واحد كان مسرف على يعني كان عاصي جدا وعمل كل البلاوي فجمع عياله في يوم قال لهم بصوا أنا عملت كل الذي لا يتخيل في الدنيا فإذا أنا مت وبيفكر بأخذ البشر يبقى المحضة هو قال لهم لو أنا مت فحرقوني ثم اعمدوا إلى يوم راح يعني يوم في ريح شديدة فذروني يعني حرقتوني خلاص خدوا الرمض بتاعي كده وانطروه كده في هوا ماشي ذروه كده خليه روح فوالله لإن قدر علي ربي لإن ربنا لو أفشني هيطلعيني فلإن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا شديدا فكره مادي بسيط على أده فالمهم فسد النبي عليه الصلاة والسلام بقول إيه يقول حتى إذا جاءوا من خيامة يجى معه الله فقال له قم فيلاقي نفسه بعلم يتحرق ورح آيام تاني بقول له أنا إذا بيتعجب فأنا جيت هنا إزاي فربيني يقول له يا عبدي ما حملك على ما صنعت أنت عملت في نفسك كده وحرقت نفسك والكلام ده كله فهيرد الرجل يقول له يا ربي رجوتك يعني أنا رجيت رحمتك وخفت ذنوبي ذنوب أنا خفت منها هيقول له أن أنت ده كله عشان خفت من العذاب يقول له قل له فوإني قد غفرت لك يعني يا دكتور عبدالله حضرتك تقصد أن القبر ده مش مكان الدفن القبر ده مكان موت الشخص اللي هو مات خلينا أقول القبر هو مكان الدفن لكن حياة البرزخ هي أي مكان الميت موجود فيه بس يا رواية اللي حضرتك قلتها دي وغفر له ربنا والكلام الجميل اللي حضرتك قلت تجبته منين ولسه ما حصلش موحسد نانا بيحكي النداح هيحصل يوم الإيه هيحصل لسه دايما دايما بيستخدم في القرآن أو في القرآن عذاب الدنيا والآخرة عذاب الدنيا والآخرة لهم في الدنيا وهكذا دنيا وآخرة عذاب البرزخ أو عذاب القبر ده أو حياة البرزخ نقدر نقول أنها من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة عذاب البرزخ ممكن أن يلحق بعذاب الآخرة إذا اعتبرنا أن البرزخ هو أولى درجات الآخرة وممكن نلحق بعذاب الدنيا إذا اعتبرنا أن البرزخ واحنا بنشوف قدامنا القبور في الدنيا ولسه قبل البعث يعني قبل النفخ في الصور يوم الإيام احنا عارفين ما هيحصل نفخ في الصور في نفختين النفخة الأولى اللي هي في نهاية الكون ينفخ الملك الموكل بالصور فيموت كل من على وجه الأرض ما هذا ملك الموت وما هذا الملك الموكل بهذه النفخة إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصائق من في السماوات يعني مات من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نوفيخ فيه أخرى النفخة التانية دي نفخة البعث فكل ما هو قبل نفخة نوفيخة في الصور دي يجوز أنه يعتبر من أو من توابع الحياة الدنيا فمن يقدرش برضو أنه ننكر البرزخ يامنا هتسمي البرزخ تابع اليوم القيامة باعتبار أنه أول درجات أو أول محطات اللقاء بالعالم الآخر فيعتبر العذاب بتاعه أيضا من عذاب القيامة في القرآن وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون هي حياة البرزخ دي للبشر بس ولا الجن كمان زينا ولا إيه معلش يعني أنا مش فاهم إيه الإشكال أن يكون عند الجن برزخ أنا اللي بسأل حضرتك أنا ما قلتش إشكال أنا بسأل ما فيش إشكال يعني هل دا موجود؟ طيب أنا لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الجن عندهم حياة برزخ أو كذا لكن اللي أخبرنا به أن الجن يسألون وأنهم مكلفون وأنهم كذلك لهم جنة ونار ويحاسبون إلى آخره لأنه سدنا النبي لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون فهذا الجن الذي هو مخاطب بالعبادة إذن له حساب وله ثواب وله إقاب طيب الأنبياء كلهم ذاقوا سكرات الموت هل هم كمان الأنبياء جميعا مروا بعذاب القبر أو نعيم القبر أو حياة البرزخ؟ يعني أكيد النبي حيكون من صنف نعيم القبر مش عذاب القبر يعني وما لي بالأحكاية الثعوبان الأقرع ويضربك تنزل لا قديم هذا الكلام الكلام دا الثعوبان دا اللي هو لمانيعي أو آكلي الزكاة يوم القيامة في النار مش في البرزخ رغم أن يتقلنا كتير أن يفتعوبان دا في القبر طب فكرة الملكين أن أما الإنسان بيموت بيبعث داخل القبر لا هما يجلسانه أو يقعدانه ويسألانه لكن برضو هو الكلام دا كله في مرحلة برزخية أنت لا تراها أيوة ما هي الفكرة هنا بقى يعني لو كلمنا عن حالات زي اللي تكلم عنها الزميل فكرة اللي مات في بحر ومشلقين جسته أو اللي تحقق وتنظر دا لاش اللي مات في بحر دا هيجمع الزميل يا فنم خلي اللي مات في القبر وحط عنده كاميرا جوا ولا هتشوفه بيقعد ولا حاجة زي كده اللي بيكون بيموت يعني المسألة دي معنوية لا مش حقيقية ولكن زي اللي بيموت تماما زي اللي بيموت طب حيالة برزخية دي محسوسة ولا ملموسة هو دا محسوسة ولا إيه ملموسة يعني أنا جسد هاي حسها حسي بيها آه يعني معنوية أصدقه عذاب معنوي ولا مات دي بالضبط بالضبط صح كده الإنسان في الحياة الدنيا أغلب الإدراكات عنده إدراكات جسدية والروح هو تابعته لها يعني اتنا نهاردة تلاقي أكتر المتع عندك يا متع جسدية اللبس والأكل والخروج والنوم والحاجات دي كلها والروح بتشعر بالسعادة تبعا لسعادة الجسد طيب في البرزخ مع كوسة بيكون غالب الإدراك هو على الروح والجسد يشعر بهذا الأمر تبعا لشعور الروح يوم القيامة بيكون الإدراك كامل لأن يوم القيامة هو الكمال مرحلة كامل فأنت بتدرك يوم القيامة خالي نقول كده خمسين خمسين كل شيء أنت تدركه بروحك كما تدركه بجسدك تماما لا فرق إزاي الجسد بيحس لو لو هو أصلا اتحرق يعني هو حرق نفسه بعد ما مات أهله حرقوه إزاي الجسد بعد كده هيحس لأن الشيخ عبدالله رجلي لسه قيل إنه هو ربنا حقى قصة إنه هو حرق نفسه وعمله تراب إدري يجمعه زي ما خلقه زي ما ربنا خلق الإنسان يقدر يجمعه يجمعه فيه يجمعه عنده يخلقه من أوله جديد ويحسبه زي ما خلقه في الدنيا زي ما ربنا قال في الكرآن برده في حسنة من النماء خلقناكم عمس لأنكم ألينا لا ترجعون إلا خلقك وخلقك لكون كله خلق آدم من أول آدم من عند النهاردة وخلق أي حاجة أنت مش قادر تستوعى بيها وخلقك تقولي الكلام ده قادر أنه يجمعك من أوله جديد هو كده فلت من عذاب القبر نعم يبقى هو كده فلت من عذاب القبر لا سيد النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش أنه فلت من عذاب القبر ما لا يتعذب فين يعني هي هتعذب فين مش فيه هو حرق نفسه هو حرق نفسه دلوقتي تمام فسيدنا النبي بيتكلم على على مرحلة مش يوم القيامة احنا بنرج معه أنا لسه آجل لها أن ربنا يقدر أنه هو يجمع لا مش يوم القيامة لا مش يوم القيامة هو مجرد ما يموت روحه بتطلع ربنا هو الشيخ عبدالله أنا هتعذب فيه هي بس فيه فرق بين روحه وجسده شيخ عبدالله روز دي لسه آيل أن الإدراك في الروح مش في الجسد فالجسد اتحرق اتقطع طيب إزاي بقى وده سؤال مهم جدا الإدراك في الروح لكن العذاب العذاب في الجسد بدليل كلما نضوجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ما ده دليل أن العذاب للجسد مش بس للروح ما هو إيش ما هو ربنا لو عايز يقول العذاب للروح ما كانش اتكلم في فكرة تبديل الجلد كل شوية عشان مراكز الحس موجودة في الجلد شيخ عبدالله روز دي لسه آيل حضرتك إن في البرزخ هي الروح وتبعية الجسد لكن يوم القيامة بيبقى هيئة كاملة كأنه تخلق من أوله جديد وبيتحاسب وقتك وبالنسبة لحساب الروح ولا الجسد في السكرات الموت بتشايفل قدامك تعبان بيتعذب إنت مش عارف برضو تحلل اللي بتعذب ده الروح ولا الجسد فإذا حاجة مش نقدر نتكلم فيها ما إحنا بيتكلم في حالة لو الجسد بلى أو الجسد ما بقاش موجود أو تحرق هيتعذب إزاي هيتعذب فيه برزخ هيتعذب اللي خلقوا قدر يجمعوا تاني ويعذبوا أيوا إي دليلك إي دليلي؟ أه كلام سيدنا النبي عليه صلاته السلام اللي لا ترجعوه طب قول لي مش الله من سيدنا النبي السلام أخبارا أن في القبر عذابا وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر هذه الذرات التي حرقت وصلت كالتراب في الهواء من خلق هذه الذرات في الأول؟ كلنا متفقون على أن خالقها هو الله صح ولا لا الله الذي خلق هذا الإنسان وأخرجه من بطن أمه من نطفة قادر على أن يجعل هذه الذرات الترابية تشعر التي كانت فيما مضى جسدا لك قادر على أن يجعلها شائرة بنعيم أو بعذاب ده أمر يرجع له سبحانه وتعالي طيب فكرة بقى العذاب زي ما قلت العذاب الحسي ولا المعنى يا فندم ما كده ما بقاش جسد خلص هو ما عادش جسد هو بقى روح عشان كده بنقول بتبقى الأحكام في حياة البرزخ للروح والجسد تابعوا لها يعني إيه زي ما دلوقتي حضرتك لو أكلت يا روح أكلت حاجة ما أكلتش بس أنت بتشعر بنشوة أو بلذة الشبع أو بلذة الري بعد تناول المشروب المية أو كده تمام مش مشروب كحول يعني بتشعر بهذه اللذة بروحك بعدما ارتوى جسدك فكذل دايما فيه علقة أو ارتباط بين الروح والجسد يا دكتور الإنسان يكون إنسانا بروحه يعني بدون الروح لو فرضنا أن الإنسان ده بدون الروح هو عامل زي الخشبة دي كده زي الحيطة دي كده ما لا جماد طيب الحياة البرزخية اللي حضرتك بتقول عليها دي هي لها وقت امتى دي انتهي مع يوم البحث شربنا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام بس وقت لحظة القيام بقى طيب يا دكتور إحنا دايما بنسمع اللي الإنسان بيبعث للحساب بعد مثلا آخر شخص بيغادر المقبرة وبرضو فيه أحد قول تانية بتقول اللي الإنسان بيسمع يعني صوت آخر نعم آه يعني بعدما يشيئوا الميت وبيتفنوا فهو بيسمعوا بيسمعوا خفقني عليهم طيب لو حد مثلا ميد غرقان أو في حدثة وفيه ناس جساسهم مثلا مش بيلقوها في مكان مثلا مجرق أو كده هل مثلا الإنسان يعني الناز الليها بتختفي في البحر أو أو أي يعني شيء هاي أشعر إزاي ده مثلا حسابه بيكون توقيره إمتى ربنا سبحانه وتعالى الذي هو قادر على أن هو يموت الإنسان ده ويحسب الإنسان التاني في القبر أو يعذب التاني في القبر أو يناعمه هو أيضا قادر على أن يجعل هذا الميت في البحر حتى لو كانوا السمكة وتوزع في أحشاء بطول السمك في مليون سمكة قادر على أن يشعر هذه الذرات وهذا الجسد بطريقة لا يعلمه إلا الله قادر أنه خليه حس بالنعيم والعذاب ويسأله ويسأله الملكين وكل حاجة إن ده زي ما قلت لحضرتك كله أمر غيبي يعني أنا بعنية هو مش خاضئ لقوانين المادة بتاعتي مش خاضئ ليه حاجة غيبة عني إذا كان زي ما قلت للزميل من شوية فكرة أن يوم القيامة العذاب أو عذاب جهنم مد بحت بدليل استخدام الله مثلا لما بيقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ده معناه أن هذا العذاب مد بحت محسوس مش مجرد عذاب معناول الروحية هو دكتور عبدالله رجدي يا أستاذ مصعب دكتور عبدالله رجدي لسأيل أن يوم القيامة الحساب إحنا بنبدل جلوده لأن الهيئة بيدخلق من تاني وهو دكتور عبدالله رجدي برضو قال ممات قامت قيامته تمام فعرفت منين بقى أن القيامة الأولى تختلف عن القيامة التانية ولا هما في قيامتين ولا يب الضبط إنت شفت أيوة زي ما ربنا إدانا دلائل على الخلق البشر والمعجزات بتاعت الكون كلها لازم أصدق أي حاجة ربنا بيقول هالي في الكتاب ده أنا هصدق عمياني ما هو أنا هصدق كده إنت كنت تعرف أنا مش مقتنع إنت كنت تعرف من ألاف السنين أن الجنين في بطن أمه العظام ثم مش عارف إيه ثم إيه ثم إيه هل في أجهزة وقتها تثبت أن الجنين وقتها هو بيمر بالمراحل دي ولكن العلم اتطور وقدر إن هو يثبت ده بعد إيه بعد القرآن يعني القرآن جي قبل العلم يبقى إحنا نفضل العلم ونسبقه بالعلم والعلم أثبت دوت بخلهولي في صورة مرئية خل عندي دليل دليل أنا شايف اللي قادر إن هو يثبت إن الجنين مر بالمراحل ده ما له العلم اللي موجود دلوقتي إن في دلوقتي العلمة بيكتشفى حاجات من القرآن نفسه يعني هو بيقول أنا مش متأكد والعلمة في الغرب والكلام من ده طيب ما هو العلمة في الغرب ده أصلا بيكتشفى حاجات من القرآن ما وربما يكون الكلام ده بعض الناس بتقولوا علشان ترفع من قدر الإسلام أو القرآن ليه ما الدليل قدامي إنت حاجة أنت جاهل بيها واكتشفتها من القرآن إزاي إنت بتتكلم في حاجات تانية ما اكتشفتهاش عشان إنت جاهل لسه ما وصلت لهاش شكرا يعني العب في القرآن مش في العبك إنت مش في القرآن في أنا مش في القرآن طبعا أنا من حقي أسأل ولا مش من حقي من حقي أقول أنا عايز أقتنع ولا مش من حقي من حقك بس يعني كل السؤال منطقي ربما يكون المنطقي المنطقي عندي غير المنطقي عندك لإني إحنا في تفاوت بس إنت بتحاول تجهل العلم نفسه يعني أنت دلوقتي جاي أنت تجهل القرآن نفسه أنا سعيدة أنك استخدمت لفظ العلم الحقيقة لإني كل الكلام اللي منقوله إسمعيني إسمعيني كل الكلام الخاص بحياة البرزخ والعذاب وغيره لا يمتل العلم بصلة وزي ما قاله الدكتور عبد الله أن المسألة غيبية لكن حضرتك أما بتقولي للعلم هقولك العلم متناقض تماما مع هذه الأفكار العلم بيقول أنه ما فيش حاجة لا يمكن أن يحصل بعث للإسلام هو العلم ده يا أستاذ مصعب العلم ده سواني بعد إذنك العلم ده كان يزبط القصة اللي أنا لسه حكيها اللي هي بتاعتطور الجنين الجنين من ألاف السنين وانتوا مسكين مسكين في موضوع الجنين ده بس ليه العلم ده لسه طالع إمتى اللي هو بتاع اكتشاف مراحل الجنين دي مثلا أبسط مثال لسه طالع حديث يبقى أنت في حاجات ممكن العلم ده يكتشفها لك دلوقتي ممكن يكتشفها لك بعدين الله أعلم يبقى العلم بتاعنا متأخر وقرآن هو طيب يبقى أنا من حقي إلى أن يصل العلم إلى التأكيد أو النفي للكلام اللي إحنا بنقوله دلوقتي أن في عذاب وفي حياة برزخ أو مفيش يبقى من حقي أن أنا أتساءل ومن حقي أني ألاقي إجابة مقدعة من العلماء وهو أنا القصدي كده برضو بس أنا بحاول أوصل للغير أن هم جايين يفردوا رأي لا لا مفيش أي فرض رأي بدليل أن حضرتك بتتكلمي معايا وبتنقشيني والزميل بيتكلم دكتور عبدالله مفيش حجر على رأيه زميلنا لرأي مختلف إحنا بنعرض كل الأراء مفيش حد بيحجر على رأيه حد فعايز أطلع من هنا للدكتور عبدالله أنا بس سعيد أولا بالنقش اللي اللي بيحصل ده يعني هي دي لغة الحوار المطلوبة بزبط وكل واحد بيعبر عن رأيه وإحنا بنحاول نفهم بعض ومنحاول نشوف ربنا لإيه وسيدنا النبي عليه والسلامة لإيه وبعدين بقى يعني إيه إن نشوف إحنا هنأعتقد إيه بعد ذلك طيب السؤال اللي برضو عايز حضرتك تجاوب عليه إن ربنا قال على العذاب أنه عذاب مادي بحت يوم القيامة يا بس الآية اللي أنا كنت بفكر فيها في يونس متاء متاء قليلهم في الحياة الدنيا ثم نذيقوهم العذاب الشديدة بما كانوا يكفرون كويس إيه دليل في الآية دي لا دي أنا كنت حاولت أقولها تقريب من ربع ساعة بس ما جادش معي يا أنت لسه فاكر طيب في حاجة تانية مثلا كنتم أموات فأحياء فأحياناكم صح كده يعني إحنا كنا أموات وبعدين صحينا وبعدين هنموت وبعدين هنصحى صح كده الموت الأول المراد به أن أنت لما ربنا سبحانه وتعالى بيخلق هذا الجسد في الرحم في رحم الأم ما بيكونش لسه الروح نفخة فيه ثم تنفخ فيه الروح فقبل أن تنفخ الروح في هذا الجسد أنت كنت ميت يعني كنت جسد أو نطفة مخلوقة هو ده سؤال ما هو ده أنا كنت ميت قبل ما أكون موجود دلوقتي في الحياة ولم أشعر بشيء عشان ما كانش فيه عشان ما كانش ولا كان فيه عذاب ولا جنة عشان لسه لا كنت عشان لسه ما كانش فيه التحام حصل للروح بالجسد فلو أنت عايز تقيس أنا فاهم أنت عايز تعمل إيه صحيلك أنت عايز تقيس حالة الموت اللي بعد الحياة أيوة بالموت اللي قبل الحياة ده يسمع الفارق لأن الموت بعد الحياة بقت الروح موجودة ومتعلقة بهذا الجسد وسلبت من هذا الجسد ثم تعادوا إليه إنما الروح قبل الحياة كان الجسد أصلا موجود ولم تخلق هذه الروح بعد فكان الوسيلة اللي بيها الإدراك اللي بيها انتبات إنسان أصلا ما كانتش موجودة ثم وجدت وخلقت بعد ذلك فدق يسمع الفارق فمش هينفع أنا سعيد بهذا الحوار يا دكتور عبد الله بني خليك بشكرك شكرا جزيلا الله يرضى عليك وبشكر كل الزملاء سواء المؤيدين أو المعارضين والحقيقة أنا عجبني جدا الحقيقة الأراء المختلفة وما فيش تجهيل لحد إحنا بنحاول نطلع اللي جوانا كل واحد فينا بيقول رأيه علشان في الآخر نوصل لقناعة وإيمان حقيقي مش مجرد طلقيني لا نبقى مقتنعين ومؤمنين بالكلام ده والحقيقة بقدم لكم كلكم الشكر الجزيل شكرا دكتور عبد الله ربني خليك يا رب برضو بشكر حضرتك على برضو ساعة الصدر وبشكر الإخوة والأخوات الكرام ربنا يكرمكم على الكلام الجميل ده شكرا يا دكتور موسيقى إذن الموت ليس عدما محضن الموت ليس فناء بل الموت هو حالة انتقال من دار إلى دار هو حالة ينتقل فيها الجسم من وضع معين إلى وضع تاني تماما حالة تغير وحالة إدراك لعالم وواقع جديد كان فيما مضى محجوبا عن البشر الله سبحانه وتعالى يخبر بذلك في القرآن في الآيات التي سمعتموها في هذه الحلقة ما يحتاج المؤمن إليه في حياته إن هو يشتغل ويعمل حاجة تنفعه لما بعد الموت مش إن هو يعد يجادل في آيات الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ذم المجادلة في آياته بالباطل فقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فدور المسلم أن يكون منقادا لما يقوله الله ورسوله ده إذا كان مسلما حقا ومسلما بقول الله ورسوله أما لو أنا عندي إشكالية في الإيمان أصلا بالغيب وأعظم شيء في الإيمان بالغيب هو الإيمان بالله هو رأس الغيب لو أنا عندي إشكالية في الموضوع ده يبقى أنا محتاج بها أن أنا إيه؟ أراجي إيماني من جديد وأخذ كرسي إيمان علشان أقدر أن أنا أواجه بعد كده الأمور الغيبية الأخرى التي تأتي تباعا لفكرتي الإيمان بالله تعالى ده النهاردة وضحنا كويس فيه طريق نور أشوفكم على خير إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة